طلاب وطالبات مساق النظرية الاجتماعية قسم علم الاجتماع جامعة الاقصى في هذا اللقاء نستعرض في مراجعتنا نمازج النظرية الاجتماعية السابقة على تأسيس علم الاجتماع كعلم وكنا اتحدثنا عن اربع نمازج اسسية وهي النمازج الى حد كبير تتلخص في قانون المراحل الثلاث اللي اتحدث عنها فيلسوف وعلم الاجتماع اوغس كونت المرحلة الميتافيزيقية والمرحلة اللاهوتية والنموذج الفلسفي وايضا النموذج الوضعي وطبعا هاي الاربع نمازج كما هو ملاحظ تعكس اللي هي لدى اوغس كونت المراحل تطور الفكر البشري اللي اتحدث عنها اوغس كونت في المرحلة الميتافيزيقية اللاهوتية والمرحلة الفلسفية والمرحلة الوضعية العلمانية الاعلمية كل مرحلة من هاي المراحل كانت تعكس ابستم معين او نمط معين من التفكير ارتباطا بتطور الظروف الاجتماعية والاتصادية والثقافية لكل من مراحل تطور الحالة البشرية او الوضع البشري عبر مراحل التاريخ المختلفة وطبعا اه مع تأسيس علم الاجتماع كعلم اللاحظ انه في هناك السيادة للنزع الوضعية او للفلسفة الوضعية المعنى التفكير الايجابي والايمان بفكرة التقدم والوعد بالسعادة اه نتاج حال التقدم اه اللي هي مرتبطة بتحولات كبرى حصلت في القرن السلس عشر السبع عشر والثامن عشر اه بتلك العصور اه اللي اه يعني التنامى او اللي زهرت فيه اللي هو مناهج التفكير العلمي واسليب البحث العلمي اه ظهور السوق كفضاء للتبادل اه بين الافراد والمجتمعات ظهور الدولة القومية كشخصية اه معترف بها من المجتمع الدولي اه بتحدد كينونة اه جماعة البشرية على اقليم جغرافي محدد اه لديه حكومة تمتلك السيادة على هذا الشعب الذي يقضن هذه المنطقة اوتيلي اه ايضا ظهور نظرية التعاقد كاساس لفكرة الدولة الحديثة اه هذه النظرية اللي اشتغل عليها مجموعة من الفلاسفة في القرن الثامن عشر والسبع عشر امثال جون لوك والفلسوف الانجليزي وطوماس هوبس وجان جاك روسو وعدد اخر من الى ان ظهرت النظرية الى ان حصل هناك اشتقاق لمقولة الاجتماعي واصبح هناك علما قائما بذاتي يدرس اللي هو الظواهر والمشكلات والعلاقات الاجتماعية وهو ما اصبح يعني الموضوع الاساسي بتوفر الادوات المنهجية والبحثية لدراسة مقولة الاجتماعي في القرن التاسع عشر على يد كل من اوغس كونت وماركس واميل دوركهايم وماكس فيبر او ما يطلق عليه برواد النظرية الكلاسيكية في علم الاجتماع باتجاهاتها المختلفة سواء كنا متحدث عن اتجاه المحافظ وما يمثله من نظريات لها علاقة بالداروينية الاجتماعية او النظرية الوضعية في علم الاجتماع او عند دوركهايم بوصفه مؤسسا لعلم اللي هو دراسة الظاهرة الاجتماعية وطبعا اتجاه الاخر اتجاه الراديكالي اللي بيهتم بمسألة التغير الاجتماعي بخلاف المدرسة الاولى اللي بتركز على موضوع الثبات والاستقرار وهذا الامر مش بعيد ايضا عن فهمنا لان لكل من هذه النظريات او الاتجاهات منبت اجتماعي مرتبط بجزور ثقافية وتاريخية واجتماعية واقتصادية حددت اتجاهات او توجهات كل من هذه النظريات الكبرى في علم الاجتماع واحنا نتحدث عن الجزور الاجتماعية والتاريخية للنظرية الاجتماعية نتوقف عند ابرز هذه الجزور المرتبطة بالنمازج الثلاثة اللي تحدثنا عنها اللي هو النموذج البنائية الوظيفية او العضوية البنائية الوظيفية ايضا النظرية الراديكالية ومن ثم بنتحدث عن السلوكية الراديكالية الصراعية او ومن ثم بنتحدث عن اللي هو النظرية السلوكية الاجتماعية واحنا نتحدث عن الجزور من حاول نشوف ما هي الخصائص الاسية اللي تشكلت بيئات لظهور كل من هذه النمازج الثلاثة فمثلا بالنسبة للنموذج العضوي ارتبط هذا طبعا في نشعته بسيادة المذهب الوضعي كما اشدنا لذلك على يد الفيلسوف الاجتماعي اوغس كون وطبعا هذا المذهب زهر في اطار مناخ كان سائد فيه اللي هو فرنسا واوروبا ارتبط بالثورات خاصة الثورة الفرنسية وربيع الثورات في عام 1848 وطبعا لا ننسى اللي هو الثورة الصناعية اللي كان لها بالغ الاثر في عملية التحول والانتقال من العصور الاقطاعية السالفة الى العصر الرأسمالي الصناعي اذا المناخ السائد في القرن التاسع عشر واللي كان له اثر واضح على نشأة النموذج العضوي نتحدث اولا عن الثورات السياسية وانهيار النظم الاجتماعية في اوروبا احنا بنعرف انه قبل ظهور الرأسمالية كان فيه نظام اجتماعي اقتصادي سائد لمدة اكثر من الف عام هيمنة عليه اللي هو التصورات الايدولوجية الدينية باسم الكليسة وايضا كان نمط الانتاج السائد مرتبط اكثر مرتبط بالارض كمصدر اساسي للانتاج ايضا بنلاحظ انه فيه هناك تطور صناعي اللي كان بيركز على اللي هو اهمية حاجات المجتمع الاقتصادية الى جانب حاجاتي السياسية ومنها بدأت تنشاط اللي هو التجارة الداخلية والتجارة العابرة للبحار والمحيطات ما بين الدول والامم وطبعا فيه هناك التطور الثالث اللي هو مرتبط بالاتجاهات الفلسفية نحو حل مشاكل انهيار الاجتماعي احنا بنعرف انه كانت نظم اجتماعية في العصور السالفة مستقرة لها ايدولوجياتها ولها حراميتها السياسية ولها علاقات انتاج محددة هذه النظم التي كانت مرتبطة بالنظم الاططاعية انهارت واصبح السؤال الكبير بالنسبة لعلم الاجتماع هو البحث عن شكل المجتمع الذي يراد لنا بنائه فالاتجاهات الفلسفية واجهت مشكلات مرتبطة بالهجرة واجهت مشكلات مرتبطة بظهور المدن واجهت مشكلات لها علاقة بكيفية دراسة المجتمع والمجتمع الذي نهدف لبنائه وطبعا هذا الامر ركزت عليه فلسفة عصر التنوير واحنا بنعرف ان فلسفة عصر الكبرى في التاريخ الفلسفي اللي كانت تبحث في قضايا الحق والدولة والقانون والتسامح والعدالة والحرية والديمقراطية وحقوق الانسان والمساواة والعدالة باللاحظ انه هاي الاتجاهات اكدت على اهمية الايمان بالمذهب الطبيعي اي افتراض ان العالم الطبيعي يخضع لقواعد العلية من هان باللاحظ ان اول تحول مهم في هذا الاطار هو ان المشكلات والظواهر الاجتماعية الخاضعة لهو العلاقات السببية او العلية في المجتمع والكون وبالتالي يعني هذه اللحظة بتشكل حالة قطع مع الوسور السالفة اللي كانت بتحيل فهمنا عملية الفهم للظواهر والمشكلات الاجتماعية الى التدخلات ماورائية من خارج الظاهرة وليس من داخل الظاهرة ايضا العقلانية اي افتراض ان الكائنات البشرية عقلانية في سلوكها السلوك الانساني مش سلوك عشوائي ولا هو سلوك عفوي انما هو سلوك اه بيخضع لمقاصد محددة وهذه المقاصد محكومة بيه اللي هو اه تصور للعقل ولي اه ان الافعال الانسانية والعلاقات الانسانية محكومة بعقلانية معينة وفيه هناك قدرة للعقل الانساني على فهم هذه السلوكيات التطور الاجتماعي اي افتراض ان المجتمع يسير في تطور دائم وهذا الامر باللاحظة في العديد من المؤشرات المرتبطة بموضوع التعليم الصحة الفقر مستوى الدخل اه لو اخذنا مقارنة بين اه اه اليوم وقبل متين سنة او ثلاثمين سنة راح نلاحظ انه فيه هناك فروق هائلة جدا ارتبطت به اللي هو مفهوم التقدم والذي شكل حالة ايمانية لفلسفة عصر التنوير في القرن الثامن اه عشر الاصلاح الاجتماعي افتراض ان التقدم الاجتماعي هو الهدف الانساني اهمية الالتزام بارادة المجتمع العامة النزع المحافظة في مضمونها تطبيق الطريقة التقليدية العلمية لتحقيق هذه الاحداث وهنا بنقول انه هاي الاتجاهات الفلسفية كانت تتمثل الصفوة المفكرة من الطبقة العليا والتي كانت اراءه وافكارها عن المجتمع المحافظة وشمولية وتكاملية تميل الى فكرة الاستقرار تميل الى فكرة الثبات في مواجهة وهو التغيرات العاصفة التي كانت تمر بها فرنسا واوروبا في ذلك الوقت اذا النظرية العضوية هي نظرية وضعية عقلانية فلسفية واجتماعية تمثل توافقا بين الطروحات الفلسفية من ناحية ورد الفعل او رد الفعل او رد الفعل للحاجات الاجتماعية والاقتصادية في ذلك الوقت النظرية الصناعية قلنا انه هي قلب وجوهر هو الاتجاه الراديكالي وطبعا بخلاف النظرية الوضعية هذا الاتجاه هو يميل الى فكرة التغير الاجتماعي وان كان ينطلق كل منهما النظرية الراديكالية او النظرية العضوية من البناء الاجتماعي كبنية كلية في دراستنا للمشترا نظرية الصراع بتأكد على جوانب مرتبطة بعصر التنوير بتأكد على تقدم الاجتماعي والتطور الاجتماعي واهمية الطبيعة البشرية وعقلانية البشر والايمان بامكانية تغيير المجتمع لتحقيق اقصى درجات او اقصى حد من السعادة باللاحظة ايضا تأثير اللي هو النظرية الداروينية الاجتماعية او الداروينية الاجتماعية على مفهوم التطور الاحيائي بالنسبة للمجتمعات وانه الصراع هو المظهر الانساني والاجتماعي لهذا التطور تجربة الصراع والتغير السياسي ولسيما تجربة الضائقة الاقتصادية شكلت اللي هو فهم وتصرفات وحددت التصرفات اللي هو الصفوة السياسية في ذلك الوقت باللاحظة ان نظرية الصراع بخلاف النظرية العضوية التي تبحث عن التجانس تميل الى ان الصراع هو المحرك الاساسي للتطور الاجتماعي وبالتالي كانت هذه النظرية تبحث عن نظام جديد تكون الطبيعة المشرية وطبيعة المجتمع اكثر تنظيما وتآلفا اكثر تنظيما وتآلفا النظرية السلوكية الاجتماعية هاي المدرسة اللي يعتبر من ابرز منظريها اللي هو ماكس فيبر كانت بتركز على الفرد بتركز على المستويات الصغيرة على التحليل في موضوع التحليل وبتطبق المنهج الاستقرائي الاستقرائي اللي بنطلق من الوحدات الصغيرة او من الجزء الى الكل بخلاف التفسير الاستنباطي اللي بنطلق من الكل لفهم الظواهر الكلية او الكبرى ومن ثم تنتقل الى فهم الظواهر الجزئية العوامل اللي ادت لظهور السلوكية الاجتماعية ايضا اه مثالية عصر التنوير فيما يتعلق بطبيعة البشر الاعتقاد بانه الفاعل البشري فاعل حر ديناميكي اه حركي يعني وانه الضروينية الاجتماعية تفسر التقدم العام للمجتمع ومنطبط بحركة الكل الاجتماعي التأكيد على الفردية النابع من تأثير الاخلاق البروتستانتية في الثقافة الامريكية والمجتمعات البروتستانتية في اوروبا اي اه الاعتقاد بان الفرد منضبط ذاتيا ومقتصد ودقوب ويستند هذا الاعتقاد على افكار اللي هو احد رجال حركة الاصلاح الديني اه البروتستانتية اللي هي اه بتعود الى رجل الدين والمفكر كالفين وبتركز في اهتمامها اه خاصة علم الاجتماعي الامريكي حول طبيعة الفرد وعلاقته بالمجتمع اه تأثير الفلسفة النفعية في الولايات المتحدة الامريكية خاصة هاي الفلسفة اللي بتقول بان ما يفيد استنادا على التجربة هو الحق اذا معيار اه صدق او حقيقة الاشياء هي اه تحقق المنفع للافراد ايضا اه تزايد الحاجات والحاحة في المجتمع الحضرة والصناعي واحنا بنعرف انه الولايات المتحدة الامريكية واوروب والغرب الاوروبي بشكله اللي هو اه اكثر يعني مجتمعات تحضرا وتصنيعا اه وهذا الامر يعني واكبته العديد من المشكلات اللي اه يعني بدأ العلم الاجتماع اللي يدرس اللي هو السلوكيات والتصرفات المجموعات المرتبطة او العلاقة التي تحكم الفرد بالنسق الاجتماعي وارتباطا بهذا اه الامر يعني تطور اه ما يسمى بعلم الاجتماع التطبيخي وعلم النفس التطبيخي في الولايات المتهمة من الواضح انه النزعة السلوكية الاجتماعية تمثل تعميما وتعميقا لقيم عصر التنوير ومنهج العلمي لفهم المشكلات الناتجة عن قيم المجتمع الصناع الحضري في نطاق قيم المجتمع تلك القيم التي تتمثل في النزعة النفعية والاخلاق البروتستان يعني اه في نهاية حديثنا عن الجزول التاريخية للمنزج الثلاثة بنقول انه رغم الاختلاف بين هذه المداخل فيه هنالك افكار مشتركة بينها من قبيل ان الايمان بقيم عصر التنوير التي تتعلق بالنظام الطبيعي وعقلانية الانسان واحد الايمان بالتطور الاجتماعي نتيجة تزايد تأثير الضرونية الاجتماعية وايضا اه ايمان اللي هو مصاحب بحتمية التقدم الاجتماعي وهذه مقولة مركزية بالنسبة لعصر التنوير والقرن التاسع عشر الاستفادة من التفسيرات الطبيعية في تفسير السلوك الاجتماعي وهان احنا باستحضرنا الكثير من المفاهيم والمقولات في العلوم الطبيعية واللي اه بتم تطبيقها في العلم الاجتماعي لدرجة انه في اطار المحاكاة لعلم الطبيعة الذي يدرس الظواهر الفيزيائية دراسة منهجية علمية حاول اوغس كونت ان يحاكي هذا العلم اطلق كلمة الفيزياء الاجتماعية بمعنى انه هناك فيزياء تدرس زواهر المجتمع ومشكلاته وعلاقاته نزع مثالية تهتم بالطبيعة الانسانية والمجتمع والايمان بالوضعية والمنهج العلمي باعتبارهما منهجين اساسيين لتفسير وفاهم تقدم المجتمع وبلغ الحد الاخصى للتقدم في الحقيقة انه النظرية الاجتماعية التقليدية تمثل توفيقا متجانسة بين فلسفة عصر التنوير والضرونية الاجتماعية والمنهج العلمي وهذا الامر واضح من خلال تحليلنا الافكار الاساسية للدمازج اللي احنا تحدثنا عنها وكانت يعني بتأثر على اللي هو اتجاهات ومسالك الاتجاهات ثلاثة اللي احنا اه اه اتحدثنا عنها وزي ما هو واضح اه الاشياء اللي سيطرت على المناخ الفكري حين ذاك اه تزايد الاهتمام بالنزعة الاجتماعية والانتماء الى المجتمع بدلا من طبيعة الفرد تغير المنهج الى تغير المنهج الى الاستخدام المنفعي او النفع للنهج العلمي المنهج العلمي بدلا من الاستدلال التاريخي حركة ممصاحبة من فكر عصر التنوير الى النفعية التحول من فكر المحافظ الى اتجاهات اكثر ثورية عن الانسان والمجتمع وايضا التحول من نظام يؤكد الحاجة الى السيطرة والضبط الاجتماعي الى نظام يؤكد الحاجة الى التغير الاجتماعي والتركيز المتزايد على الانسان بدلا من امكانية تكامل المجتمع وايضا الاهتمام بالانسان بدلا من تقديم تعريفات عن الحتمية اللي كانت سائدة في القرن التاسع عشر بدايات القرن العشرين واحنا بنعرف انه مع العالم الفيزيائي انشتاين تم الانتقال والتحول من النظريات الحتمية التي كانت تخضع لها علوم الفيزياء والرياضيات وتصوراتنا للمجتمع وحركة تطوره الى النسبية العلمية والاجتماعية طبعا تضاول اراء الصفوة في امور المجتمع والفرد وترتب على ظهور هذه الاتجاهات الجديدة ظهور طيارات ونمازج تفسير في علم الاجتماع تعطي اهمية اكبر للقضايا التالية الايمان بالعلمانية واهمية تطبيق المنهج العلمي على امور المجتمع التأكيد على انه النظرية الاجتماعية هي دالة على عقلانية البشر والسجابة اصيلة من العلماء الاجتماع للبيئة الاجتماعية المتغيرة التحول من النمازج الفلسفية ودراسة الوحدات الاجتماعية الكبيرة الى النمازج التي تهتم بدراسة الوحدات الاجتماعية الصغيرة وهذا الامر يبين في شكل رقم تسعة المرتبط بتطور الفكر وانصاق المعتقدات اللي هو من اديك نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء وعلى امل ان نتواصل معكم في لقاءات اخرى للحديث بشكل مباشر عن اللي هو النموذج العضوي في النظرية العضوية في النمط الطبيعي اللي بمثلها كل من اوغوست كونت وهيربرت سبينسر من ناحية ونمط النسق المتكامل في النظرية العضوية اللي بمثلها كل من العلماء دوركهايم وتوز وشكرا لكم